اشتركوا في القناة 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 صح؟ ده كثرة اللي هم المتابعين بيتابعوا البرتقول تمريض بينفس التلات حلقات دول هم من أخطر الحاجات اللي وصلك لنتيجة مرضية فالدكتور روبرت وأعتقد أن فيه الفيديو بتاعه بيتكلم بقولك احنا نفس المدرسة نفس السكول ما بنختلفش العلم ما لهش دولة معينة العلم حاجة علامية وانا كان ليا سعيد الشرف اللي قدمت الندوة الخاصة بيه دكتور روبرت ويمكن اللي لاحظت الدكتورة في كلامه إن هو ما كانش متوقع إن كل مصر فيها التقدم الخاص بحية بالإكسجين الناشط يعني هو حكى هنا في برنامجنا في النهار إن بنته جالة كانسر في البنكرياس وكاد مساحته أو حجمه عشر صنبي تقريبا وكل دكاترة في العلم نفس بها العلم كله قد جاله اكتئاب وكان بيحكي معاناة رائبة وقدر يركز معاها بس بالإكسجين الناشط لو قد بقى نيكا ديفي يعني خلاص بعد سنة تقريبا الحمد لله خفت تماما ودي بالنسبة له كانت هي العظمة فلما جي مصر وشاف كمية الأطباء اللي قابلوه في كيور كلينك ما شاء الله شاف شباب واعد يعني منطلق عاوز يقدم لبلده حاجة كويسة في نقطة العلاج بالإكسجين الناشط هو قصة بنته دي نازلة إن شاء الله على صفحة كيور كلينك لأن أنا باعتبرها ملخص للعلاج بالإكسجين الناشط من حاجة بالمي يعني مغطيه كله ولما الدكات رجله قالوا له خلاص خدها وعيش بقيها البقية الشهور اللي فضل معنا أنه هو يبتدي علاجه بالإكسجين لأنه هو فلسفة العلم في الموضوع العلاج بالإكسجين اللي هو الهايبوكسيا نقص الإكسجين في الخلية اللي بيتعامل مع المرض مش تخصصه سرطان تخصصه لا هو بتعامل مع درجة الهايبوكسيا درجة نقص الإكسجين فيه هو لما بنيجي نتكلم على درجة في شريحة الأمراض اللي بيعرجها لإكسجين الناشط بنتكلم في أمراض بنعية مقسومة نصين أمراض بنعية بطنية روماتويد وذقبة حمراء وإم إس وكذا وخاصة بالجلدية الصدفية والبهاء والإكزيمة وكذا نرقل القولون بيزود حركة الأمعاء فبيخلي كل أمراض القولون بتروح بيرقل السكر فبينشط البنكرياس بيخليه يفرز إنسجين أكتر فالسكر يتضبط في جسم الإنسان كل الشكشكة الحرية والتربيب بيروحه بيزود الزكرة بينشط الزكرة بيحسن النظر بيفتح الشريف في الجسم ليه لفظ هو الخلية بكته أحسن يعني بكته ما بيقولش ما بيقولش أنا بعالج أمراضك هو بيقولك الخلية لجسمك هي جعانة جعانة أكسجين ودم أنا من خلال الجلسات دي بفتح لها الطريق بوصلها لكل خلية في الجسم الأكسجين والدم وجديد وده اللي بيفصل لو حد جاي يتعالج من السكر وعنده مشاكل في المناعة بيخف لو حد عنده مشاكل في المناعة وعنده مشاكل في القولون بيخف يعني إيه الحاج كل الحاجات بيتخف كذا نيه ما بينشنش على حاجة معينة لأنه بيعمل هو بيلعب على الخلية على مستوى الجسمه كله كلمة باكتهوم يعني بيرجع الخلية الأصلها لأن الخلية نتيجة البليوشن نتيجة 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 هو بيرجع الخلية لقوتها لشحنها الأصلي طيب نعم عندنا أعتقد في عندنا في المراكس بتاعتنا في حالة MF MF ده نوع من أنواع سرطان الجلد ويعني نتيجة لزيادة الخلايا اللينفوية أنا بصراحة متابعاها يعني ما شاء الله الراجل نتائج كويسة بس بإذن الله هنصور معاه أول ما يخلص الكورس هنعاول بس نروح لأول تقرير في حالة المارضة وبعد التقرير ده نعاوزين نقب بس مع الناس وقفة أنه البري اللي هو قبل يعني أنا مسلا دكتورة عندي موروز بالسكر والضغط حد بيشوفت عنده موروز عائلي بأمراض القلب الناس عندها موروز بالأمراض المناعية حبي نقب مع الناس دي وأن لهم طيب لما أنا عارف أن جدك ثم والدك ثم أتدور عليك بالتأكيد لو أنت واخد الجين يعني عامل وراسي هل ممكن نبطأ أو نقلل أو نوقف أنك يجيلك مشكلة وخصوصا الناس اللي عندها موروز بالكانسر يعني ده بنشوفها هل نقدر دلوقتي نصلح الخلل اللي حصل في خلال الجسم ونرجحها باكتو هوم مرة تانية سيما عارقهم تفضلتوا ويبقى حميلة الناس وبعدين ده أمن قومي لما أنا حافظ على مريض السكر أنه هو يوصل لي فشل كله وإلى قدر الله نتيجة اللي يحصل ويتجد السكر أنا حميت مكنة بتاع الغازيل الكلوي قللت العدد اديت فرصة للدولة أنها مبقاش عندها التكدس تساهم عاصل يا دكتورة ووصائق الواسعة بيتدخل ووصائق النشط في تعلاجها وبالتالي العفظ على أمن بلدنا الصحوي اسمحونا نروح لأول تقريف حالة نهاردة الفنان الجميل صبري عبد المنعم وتقربته في بركز كيورو ونرجع لكم الكلام ناكل لكم عايز بقى أكلم حضراتكم عن حاجة يعني بالنسبة لي شخصية يعني ما حيبش أكلم فيها كتير لكن أنا وصفت بالكنسر جالي في كذا منطقة في جسمي جالي الأول في دراعي الشمال والتريسبس كل تشال وبعدين جالي بعد كده في الرئالمين وتشال أجزاء كتير قوي منها وبعدين جالي في البولورة ويعني دينا بقى طريق العلاج الكماء والإشعاعي إن إحنا نسيطر عليه ونوقف النمو بتاعه الفترة دي خدت مني خمس سنين اللي علاج الكماء والعلاج الإشعاعي سابوا فيي أثار رهيبة جدا 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 لما ابتدت نشتغل على الأكسوجين النشط ابتدت حاجات كتيرة قوي في الخلايا تصحح وخصوصا خلايا الرئة ابتدت نصال لها بنعمل أنواع الجديد فكأن تخلقلت لي رئة جديدة ابتدت تخف الألهم بتاعت المشكلة البرلورة ابتدت تخف شوية يعني بعد 3-4 جلسات ودي نمداوم على الحكاية دي وإن شاء الله هيبقى فيها نتاية كويسة وبنصح كل الناس اللي هم راح يعني تحرقوا للعلاج الكماء والعلاج الإشعاعي إن هم يلجأوا الأكسوجين النشط لأنه فعلا هيعمل شيء جديد معهم هيعمل إعادة خلق لكل التدمر من العلاج الكماء وللتذكرة العيادة دي مش بس هنا في المكان اللي أنا فيه في المهندسين لأ تفيه 22 مركز في كافة المحافظات يعني إن شاء الله الفايدة هتعمح لناس كتير في حتة كتير قوي ونتمنى إن إحنا نشوف فيها ناس كتير بيتعالجوا وبيخرجوا من دائرة الأدوية وبيخشوا للعلاج الغير مكلف واللي بيجيب نتايج سريعة جدا بإذن الله ربنا معانا ومعاكو ويشفي كل مريض إن شاء الله ونت قاعد مع الدكتور أشرف زاكي في مكتبه وبعدين دخل الرجل وقود كده محترم فدكتور أشرف قال لي مشاركنا يا سيد مراد في الليل فسمعتم اتكلم عن مشروع جميل قوي اللي هو الأكسجين النشط إيه الأكسجين النشط ما عرفتش فاتكلمنا فقال إن هو بينشط الجسم وبيدي حالة من حيوية قلت أنا بيعاني شوية في الوقت ده عشان الجلطة اللي جات لي لفترة من يعني أنا همداد شوية فالحقيقة أنا جيت بدأوا يدوني أكسجين نشط الحقيقة أنا على مدى أسبوعين بس هتسب حيوية شديدة جدا جدا وعلاج سحري يعني بدأت أنا أنصح الناس بيه فبدأ صديقتي مثلا المخرج الكبير رحمد سعيد يقول لي عايز أروح فأنا الحقيقة نفسي الدكتور أشرف زكي يعني يدعوا فناننا لإن هما يتعاملوا مع هذا العلاج لأن يعني أنا في الأول ما كنتش بيصدق وفي أسبوعين صدقت هذا العلاج مهم جدا لأنه يعمل نوع من الحيوية في الجسم كله يعني سواء في المشية في النوم بيصلح بشكل عام الأكل واحد نفسه بتتفتح عليه لأ علاج بجد مفيد أنا مش بعمل إعلام بفلوس أنا بتكلم باللي في قلبي بجد وبللي شفته فشكراً للجميع ويا رب الناس تعرف إيمة هذا العلاج وتقبل عليه فأرجو إن إحنا يعني دكتور أشرف زكي يعني يدعو الناس إنها تستفيد بهذا الـ option يعني لأنه شيء جميل 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 وأشكركم الله كل الشكرة والتقدير وألف سلامة لصحة الفنان الجميل صبري عبد المام ربنا دول الصحة والعافية والفنان والمخرج الكبير مراد مونير يمكن لتين كان لهم تجربة في مركز كيور الحمد لله إن المركز بايد والشوم وخلاهم مبسوطين وكانت التجربة نجحة ويعني ريفيو محترم من الاتنين والحمد لله إن هو ساعدهم صحيا في التحسن زي بحرككم سمعته في التقارير دكتور أقول لي أروح معكم بقى لي محطة من المحطات الهمة وهي الأمراض الجلدية المناعية يمكن الأمراض دي مزاجة وممكن توقف حياة ناس يعني لو حد عنده مهاء هتلاقي البتشات البيضة دي وبعض الفنانين ممكن كان عنده مصابه حتى حتى وكان بيسلم على السيس السيس خاف لا يعدين وده أزل نفسي رهيب النقطة التانية لو بنت بتتفرج عليها داتي وعندها إكزيمة هي عايبقى جلدها كلهم قش هتخاف تسلم على خطبها فهتفضل طوله أمرها مستخبية غورة جوانتي الأمراض الجلدية يمكن الأمراض العادية ممكن بيستخبية جوه الجسم محدش بيعرفها لكن الحاجات الخاصة بالجلد هي مراية احنا بنخاف نطلع بها بره الواحد اللي عنده فسفوسة ويبص في المراية بيسيب وش كله ويقعد يبص على ما بالك بالك وحاجة متشبة في الجلد وكمان على مرأة من المجتمع فيه عزلة العزلة دي كمان بتدخل الانسان في اكتئاب والاكتئاب دي بيقصر نفسيا يعني بيخش في دايرة مش لطيفة بالضبط كده زي ما حادتك قلت احنا زي ما قالولنا زمان ودرسونا ان الجلد ده مراية لان بصراحة كل حاجة بيتبان عليه يمكن سكر ضغط ده جوه مع حد شايفه فأنا منكرش ان بصراحة من أحسن الحالات اللي بتتحسن معانا هي حالات الصدفية والإجزيمة يمكن بتبقى مساحات واسعة فيه هرش فيه قشرة كتير كل دوت يعني بس هو ما ننكرش انه لانها مرض مناعي فانه هو بياخد وقت يعني بيجي للعيان طب من الجلسة الرابعة من الجلسة الستة هقول له لا ما قدرش احكم لكن بإذن الله خلال الكرس معانا بتجيب نتيجة يمكن البهاء هو لو مساحات كبيرة هو اللي بنواجه فيه مشكلة لكن على الأقل أنا بدل ما بدي كورتزون عشان وقف النشاط ميزة الأكسجين النشط انه هو معظم الحالات اللي عندي وقف نشاط البهاء دي حاجة ما ننكرهاش لانه هو ايه بديل لتوقيف نشاط البهاء معروف أن أنا بدي كورس كورتزون مهما عظم الكورس ما بقدرش أدي أكتر من ثلاث شهور وست شهور أسحب يبص يلاقي فيه نشاط تاني قد ثلاث شهور وست شهور أسحب هو بالنسبة للأكسجين النشط معظم الحالات اللي حتى ما خفتش من البهاء لأنه كانت مساحات كبيرة ايه ودي حاجة ما بنكرهاش أنا عانا حالة البهاء هي تخفت كمان اه اه انه هو بيتميز بوقوف النشاط اه الحالات بر ودي بيضا حرك شايفا اه انه ايه بتحط على الكورتيزون كالكورتيزون ان بالزبط كده ده هنا الكورتيزون اللي هو عايب قال له مضاعفات تانية يعني أنا بصبت جهاز المناعة فأنا مش بصبت جهاز مناعة الجلد بس أنا بصبت المناعة كله كل الجسم فشوية الفلوانزة ممكن يعني مزعجين جدا غير كده أنا بديك اكسجين نشط غير انه هو بيوقف نشاط البهاء لا ده كمان بينشط الخلايا التانية بتاع الجسم كله كمان انا عندي ان احنا زي ما قلنا هو مش كلام كتب ان الاكسجين النشط يعني مضاد للفطريات انا عندي اكتر من حالتين وكانوا كانوا حالة واحدة دلوقتي لأ كتقوا انك جايين اللي بقى بتينية التينية ديت اللي هي بقى بقى لها سنتين وثلاثة وخدنا كل حاجة اخر حاجة الفيفينت اللي هو الفوريكورنزول اللي هو اخر حاجة اللي هو العلبة منه 3000 جنيه وخدوه وبرضو بيحسن شوية ونرجع تاني بعد شهر لا يعني بصراحة بعد ما خدوا الكورسي معنا وسجله معنا في مدام مسجلة معنا بصراحة لا بتقول الاكسجين النشط لا وقف التينية خالص بقى لها شهور ما بتاخدش مضادات الفطريات لانهو كده كده الجسم خلاص دي عندنا في امراض في الامراض الجلدية ومؤتمرات الجلدية بقيت مشكلة دلوقتي الريزيستنس بتاعت التينية اننا خلاص في مقاومة لكل مضادات الفطريات فدي بتحير دكالا خلاص ده كل مؤتمر دلوقتي في تحير قدي فلا بصراحة وانا شاء الله المؤتمر الجاي من المؤتمرات الجلدية هنطلع بالاكسجين النشط بإذن الله أنا معي التقربة بيجسد حراك والتي دلوقتي بحالات مختلفة تماما ويمكن يعني الحمد لله اللي معنا الدكتورة عولا في حلقاتنا على شهر تتكلم عن الجلدية والمشاكل النفسية اللي بيعيشها مريض خاص بالجلدية مهما كانت المشكلة صغيرة هي بالنسبة له حجم كبير جدا مؤثر لحياته جدا مؤثر على اندماجه مجتمعيا في التعامل مع الناس تعالوا نشوف معجزات حرفيا عملها الاكسجين النشط بدون أثار جانبية ومحافظ على كفاءة الجهاز المناعي بنفس قوته ما صبطوش ما ضربتوش قلت له ما تهاجمش لا تعالوا نسمع مع بعض ازاي الاكسجين النشط بيتدخل في علاج الأمراض المنعية الجلدية نركع لكم بكلامنا خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله معاكم ناخدكم نشوى من السودان أنا أم نداء موسى هي بنتي مريضة بصدفية وبقالها ثلاث سنين من عمرها سنتين نحن هنا في الغاهرة من 2021 من 2019 السنة من 2019 فمشينا كذا مراكز يعني ما خلتش دكتور والله العظيم ما خلتش وصفة بلدية وما فيش نتجه بس عندي صحبيتي شافت الفيديو على التليفزيون وسجلت لي اسم بنتي وقالت لي روحي المستشفى في المهندسين العلاج بالأكسجين النشط فجبتها والحمد لله النتائج ماشاء الله مبهرة والحمد لله يعني بقلنا دي الجلسة الخامسة لكن بيتجد يعني ما شاء الله والحمد لله يعني بنتي كانت بطمها صعبة حالتها صعبة ايديها برضو نفس الشيء ايديها دي كانت والله العظيم والله العظيم السلاسة ايديها دي كانت بتشر البام يعني الحمد لله ورحمة رب العالمين بأن الجلسة الخمسة أهو إيديها الحمد لله بعد شهر سنة وكنت بشتكي من السوضفية فلفت على ما كادره كتير وبين هنا مركز قيول اللي فيه لأذي صحيح حسنت في الجلسة من الخمستاشر بدأ حاجات طروح جدا من اسمها ودلوقت الحمد لله بفضل ربا سبحانه وتعالى وفضل المركز يعني الحمد لله بدأت المركز ما يتحسن خالص وبدأت حاجات منه تروح جيد ان شاء الله احنا مكملين مع المركز جزنا دا واتمنى يعني لو اي حتى عنده صدفية ليجي المركز هنا لأنه هو ما شاء الله يعني بيحسن الجهاز المناع وبيحسن وظيفك هنا في الجزء انا اسمي جنان عبد الناطر علي ملع 20 سنة معاني المرض الصدفية لفت على كترة كتير جدا وما كانش في اي نتيجة خالص والحمد لله يا رب وصلت لتحسن جميل جدا ويا رب افضل على كده وانصح كل الناس يجيت عالجه واللي يعاني المرض الصدفية يجيت عالج بأسجن نشط عشان هو ده احسن عليك الصراحة ما اجبته حد دلوقتي انا اسمي عبد العيز مصطفى المهدي من حافظة المرقية بيت السابع الحقيقة وديتي هي اللي شافت الازون على التلفزيون هي اللي قالت لي ان انا اجي اجرب ان انا اخد الجلسات دي وجيت وكشفت وخدت الجلسات انا كان عندي بوهاء وقلت لدكتور وخدت اكتر من الجلسة الرابعة بالضبط تدفي تحسن في الوش وفي البطن التبع يتحسن وفي حاجات تانية صغيرة ببعيد جسمي بتتحسن برضه وو لسه مكملين يا ان شاء الله الرحمن الرحيم انا ام ايا محمود حسن من مركز بليمازار احنا بس يعني اتعادنا من حالة ايا انا نبع في جميع الدنيا كلها لحد ما رح نبع على عدود ليبيا دير اسمه عين كبري هيا شوفوا حضراتكم صورها في الاول ما تتخيلوش هي دي اللي موجودة معي رجعت حالتها طبيعية ما كانتش بتروح المدرسة كانتش تقدر تفضل فواسط عتى اعيال تلعب يعني كانت تتخزها انها تطلع فواسط عيال واكسهم بالله ده كاترة ما كانوا بيرضع تجربوا عليها عشان يدوها كانوا بيرضع خايفين من شكلها وخايفين من منظرها كان جسمها بيغير ليقل عن في الأسبوع مرتين ثلاثة جل بجلد في وزيع زي رجاض الفطير جلبي يستقيل ومنظرها كانت تبص له تخاف من شعر راسة لحد تضف الرجليها بوافرها بتاع ايديها ورجليها كانت بتتخلع يعني كل خمستاشر يوم بوافرها تتخلع جسمها بيرجع اكمة طفل جديد مولود تمشي ايدك على جسمها كانت اهلا معكم مرة ثانية بعد الفاص بكم كلامنا في برنامج نابلت وابيض ويمكن حلقة في غاية الهامية لانها بتناقش اوافة عند محطة الامراض المناعية المزعجة الميزة انه سبحان الله ربنا خلق الجهاز المناعي له طبيعة خاصة التعامل مع الجهاز المناعي لازم ان يكون بحذر ولازم ان نحترم هذا الجهاز اللي ربنا خلقه علشان يدافع عن جسمنا هل المنطقة لما اجي عالك حاجة اقسرها اموتها الغي وظيفتها في الجسم وابقى عرضة بعد كده اي مرض اي فيروس اي حاجة بيكرره بيخش الجسم ما يلاقيش الالافع عنه سيمة العلاج من دكتور الناشط ان هو بيحافظ على كوت الجهاز المناعي وفي نفس الوقت بيحميك من اي مرض بناعي لقدر الله يقلل مضاعفاته ده اللي عرفت دوقتي من اه دكتور طارق احباب معاك عن الامراض المناعي بقى اخدناها مع الجلدية والدكتورة اولها الامراض المناعي بقى خاصة بيه الامراض بطنم الامس الروباطايد الزقب الحامرة حاجات كسيرة بكناش ناس معانا والاسب بقت موزهجة علاجاتها غالية جدا يمكن على فكرة بالمناسبة دكتورة اولها كنت بتتكلم عن عن نوع علاج واحد للتانية هو تقريبا اهد التمن هو تقريبا هو كرسي العلاج كله فلوصي الناشط بتمن الابو يعني بالاخر انت بتتكلم في علاج مرض متوقش بتمن عبوة هي كلمة عن تمنها قبل ما نطلع لهذا الفوصل على اعمل ايه؟ الاول لازم نشرح فلسفة الامراض المناعية خلق الله سبحانه وتعالى قيم على البلانس التوازن الخلق الله مشى على حاجة سيمتريكان فيها هندسة وفيها نوع من التوازن لو جينا بصينا على الجهاز المناعي والعلاقة بينه وبين الخلايا لازم يبقى فيه توازن زي الميزان بالظل اي خلل في هذا التوازن يبتدي يسبب لك العنف والاعراض المزعجة في الامراض المناعية طب انا عندي خلية اجهدت تماما من الهجوم الشرس المتوحش من الجهاز المناعي بيخش دول الاكسجين النشط بيعدي تجديل الخلية بيعدي تقوية الخلية بيعدي شحن الخلية يحميها بمضادات الاكسادة يحميها من الشوارد الحرة فالخلية بتبقى قوية وعافية تقدر انها ترجع لقوتها تاني ارفعها والجهاز المناعي هذا المتوحش ابتدي اعيد ترويده تاني وايه اسيطر عليه يبتدي ترجع التوازن بس ما موتوش ما صبطوش زي ما اللي دوية بتعمل محافظ على قوته بتلوش في كله فخلية يلا بتهدها يبقى انا جهاز المناعي بيضعفه فليشك بعد كده بيحصل ان اي هجوم فيروس او اي بكتيريا بتخش تضمر جهاز المناعي زي ما حصل في كوفيد اه يام كورونا وعظم الناس لكي يالك ده مشاكس المناعة هم دول التوفاولة فدي الفلسفة اللي بوجودة في الامراض المناعية في العلاج زي ما قالت الدكتورة عولا ان معظم الحالة اللي بجلنا هي خلاص اخدت العلاج الدوائي وخلاص ما بقاش هو حسب اي شيء وفي حالة جاتني كان عندها كرونز ديزيز ونوع من الانواع قلت لي ما تجيب ليش تريد الدواء مش معنى زي كان انا ضد لا احنا معاهم وبنساعد وحنا بتكمل بعض بس احيانا هو خلاص انزمة الكبد علية الكلة ضرارة الاخصار الجانبية بتتكلم عنها بقى اه مش قادر يعني هو قصده يتعالج بس اي حاجة لا يصدفك الا الاكسوجين المرش اه 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 فاحنا هو لما حس الاعراض الجانبية اختفت خلاص انا عندي مرض مناعي عارف موجود بس انا خلاص سيطرت عليه انا مش بعالجه انا بمنع الاعراض العنيفة اللي انا مش عارف عيش اه ازاي الامراض مثل روماتويت الام في الام مزعجة ما بيعرفش ينام منها انا لما احميك من الالم دي وهدي لك الاصفة دي انت هتقدر تتعايش من عازل المرض من غير اي مشاكل ده فالسفة هنلاقيها موجودة في علاج الروماتويت هنلاقيها في علاج الام اس هنلاقيها في بعض الامراض الاخر طيب انا استفدت كده حاجة قبل اشوف تقرير من الناس حالك بتقول لي او دكتورك بتتكلم ان هنا عندنا مرض مناعي الحل المتواجد للمرض المناعي ان المناعة دي جهاز المناعي اعمال يخش يضرب في المفاصل في يام الروماتويت في الجلد يعمل اجزيمة او صدفية في الزئبة الحمرة او في يضرب جهاز العصب المركزي في يام الام اس تصلب اللوحي او تصلب المتعدد ودول كتنوا جدا ملوب جروب على الفيسبوك كل يوم اعرضهم بتكتر فظل ان احنا هنشوف تقرير دلوقتي ناس خفت من ام اس اللي هو صعب جدا السيطرة عليه ففصف تلعاج بالاكسوسين ناشط ده يا دكتور طرق تفضل ان انا عندنا جهاز مناعي قوي جدا الالاج حيخش يضربه بوقت ما يخلص عليه خالص فينيمه لما ينام حيبطل يهاجم بس هو بينام ضرب حاجات تانية زي ما دكتور قال تفضل عصار الجنابية المريض مش بيستحمله جيل الاكسوسين ناشط عمل للعكس هو الجهاز المناعي ده انا حافظ لك على قوته زي ما هو فيفضل يدافع عن الجسم لكن الخلية وده منطق روبرت لما اتكلم ان بشحل الخلية في الخلية قوية فطول ما الخلية قوية هي عقاة المعادلة او التوازن او البرانس ده فيه الجسم فيفضل خلية قوية جهاز مناعي مسيطر عليه يبقى انا خدت صحة المرضى للامام وما امدتش لمريض اي اعراض او مضعفات او اصال جنبية بصدقى لكلامك في قصة روبرت وبنته ودي قصة عذيقية محدش حدهة على بنته مرض معنى ان انا ارجع قوة الخلية تقدر انها تدافع عن نفسها قدام مرض متوحش زي السرطان هي ده الكلام اللي احنا بنقول بنتكلم عليه دي قصة انا بعتبرها قمة الابداع في العلاج بالكسور واحنا دكتور والله هدفنا في الحلقات دي ان احنا يعني ان الحلقاتنا في الاكسوريون ناشت بالذات هي ملاش مسير يعني ممكن بنستضيف ديكاتر الكبد ممكن نصلي ديكاترة علاج قلم ممكن نصلي ديكاترة عزام ممكن اي قلب اي تخصص ممكن تلاقي من الصنف التخصص ده الف برنامج بيقدموا معلومة الا الاكسوريون الناشت هي ممكن الحمد لقنا عندنا حصريا بنيقدر نقدم معلومة مبسطة الناس تفهمها علشان يقدروا يفهموا جسمهم نقصوا ايه انت جسمك بقالوا سنين الخلية بتاعته اتقفل عليها بالقفل والمفتاح ضاع جاء الاكسوريون الناشت مع المفتاح بيفتح ويقول الخلية تعالي انت كنت جعانة بقالك سنين نقصك اكسوجين عشان كده انت كنت قاعدة بتشتغلي بعشرين في المية او اقل من عشرة في المية تعالي ديك الغزاكي الاكسوجين بتاعك اللي كان ناقص هو ده المنطق اللي بيخلي الجسم كله ناشيط وبيتحرك وضد الامراض ويقدر يعافر ويعيش سنين زي ملكة اللي عاشت مية وثلاث سنة بدون امراض نتيجة ده كان بتاخد جلازاته مرة في الاسبوع والهارموني اللي حصل ما بين الروبرت في القصة دي والجراحين عشرة سنتي قالوله هتخش العملية حضاشر ساعة ومش هتطلع منها فابتده يشتغل بالشغل بتاعه بشيط ناشط الورب من عشرة سنتي خمسة سنتي اتنين سنتي هنا وقتها قدر يخش يعمل العملية الجراحين وده قمة التعاون صحيح صحيح هو ما كانش يلاقي اغلى من بنته عشان يقف يدافع عنها بالشكل ده والحمد لله كان المركز في يورس سبق انه يكون المركز واحد في مصر اللي نستقبل هذا العالم العالمي اللي عالج رؤساء ما ينفعش والله نفسه أولي أسماء الناس اللي بيعالجهم بس خلينا نسمع تجربة الناس اللي خافت من الأمراض مناعية مزعجة ونرجع لكم من كلامنا خليكم معنا كان عند رموطيب نشط مزمن وكان بيعملت شنوجات في إيدة وشنوجات في رجلي وما كنتش بقدر أستحمل الشغل أنا كنت بعاني من خشونة جامدة وبعاني من قلم شديد في كعبة رجلية وعند اللي عمود الفقر كله مشاكل وكان عند الزلاق غضروفي وعند الفقرات كلها لتحركت من مكانها وللتاكلت وبس الحمد لله دلوقتي أنا مشيت معهم في الجلسات وتحسنت الحمد لله رموطيب بتاعي كان عالي جدا ونشط الوقت بقيت الحمد لله رب العالمين بقى سعبع وكده أنا كده خفيت من رموطيب وأنا ماشي لسه عمان دلوقتي في الجلسات إن شاء الله ربنا يسهل ورخشونا كمان قلت وكان عندي ما يزرق على العناية الحمد لله رب العالمين بقى تشبهتها منها زي الأول خالص بذلك العلاج بتاع الأكسجين المشيط حسيت بتحسون كتير يعني كنت بكون على طول هزين وكسلة ما بقدر يعني يكون واقفة فبكون تعبانة تعبانة خالص وألم جامد جدا في الركب فالحمد لله رب العالمين استمرت في الجرعات بتاع الأكسجين المشيط فالحمد لله رب العالمين اتحسنت كتير بقيت أقليل ساعات طويلة جدا جدا من غير مع حزين ينا فترانة والحمد لله رب العالمين يعني اليوم أنا جاي للجلسة التامنة فأنا نازلة من الدور العاشر بالسلم والله الحمد لله رب العالمين فحسب تحسون كبير جدا جدا وأي جول يسمع بالأكسجين المشيط أتمنى إنه يتجه طوال المركز بتاع العلاق بالأكسجين المشيط فالدكاترا على هب الإستعداد وكرم شديد في أخلاقه وحتى العاملين في المستشفى السيسترات الحمد لله فالتعامل طيب جدا جدا والحمد لله وشوف إلا رب العالمين تصلب اللوايحي الام اس أم الدرجة التانية أنا كنت عندي عدم اتزان والإخراج بتاعي بويض جدا اضربات في المساينة غير كده كمان ما كنتش بنام إلا على ظهر لي فقط الصراحة فرق معي في التحكم في التبول والإخراج وإن أنا بقيت أتقلب الحمد لله على جنب اليمين وجنب الشمال والحمد لله على كل حي أنا كان عندي ام اس وعند العصب السابع بقيت الحمد لله خدت الجلسات والحمد لله وصلت نوضة الشفاء عندي الخمسة ببتعين في المية العصب السابع الحمد لله شفيت منه متراما كان عندي أعراض الام اس كنت تخمول دايما وهو عدم توازن وكنت ما مقدرش أعمل الإخراج ولا الحركة وكده بس الحمد لله ده كله راح وبس يعني ان شاء الله مكملة في الجلسات دي تامن جلسة وان شاء الله من الجلسة الثمانتاشر هكون خافتنا رجع لكم مرة تانية فخور جدا نبدأ حلقات بتتكلمة عن علاج قوي اسمه الاكسوجين النشط جاي بالعالم أكتر من خمسة وعشرين دولة أوروبية بتعالج به موجود على سبيل المثال في رومانيا أكتر من سبعين ألف طبيب بيعالجوا بالاكسوجين النشط في رومانيا بقى موجود في السويد موجود في روسيا موجود في أمريكا في خمسة وعشرين ولاية من ولايات المتحدة الأمريكية موجود في كندا يعني شكر الله ان الحمد لله بقى موجود عندنا في مصر الجلسة تمنها بسيط جدا لما حالكم هتتصلوا هتعرفوا انه بسيط العلاج بتاعه قوي بفضل الله ربنا احفظ لأمي يا رب اللهم ملك الحمد والشكر وقفت الأنسلين تماما ورجعت تاخد تابلة برشام تاني بعد ما كانت ايديها ازرقت من كتر الشكشكة على مدار أكتر من خمس سنين اللهم ملك الحمد رجعت تمام معافاة من السكر أنا بتكلم بنشاط عنه لقيه ان أنا قبل مدي لأمي الجلسات قتلته بحسن والحمد والشكر لأن ربنا جعل لي حظ ان أنا بقدم هذا البرنامج مع العلماء الأفاضل اللي بتكلمه عن هذه التقنية أساس الجامعة بتكلمه عن التقنية دكتور عولة جان نورة بتتكلم يعني واحدة من أهم أطباء الجلدية في مصر وتتكلم عن اللي شافته في العلم اللي درسته واللي شافته عمليا قدام عينيها في جلسات اللي لك بالأكسوزين نشط زي بقيت حركة الجلسة رخيصة جدا يا جماعة هي بره غالية قوي وفي مركز في مصر تمام أنا غالية جدا 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 لكن المركز عمله المصريين تعالى تعالج من السكر ومضعفاته تعالى تعالج من أمراض الخلون تعالى تعالج من أمراض الضغط تعالى تعالج من أمراض المناعية العلاج رخيص جدا وتعالج بس مرض لوحده ده بتعمل اسكان لكل خلية كل خلية بيوصلها دم وأكسوزين بشكل كبير وبالتالي لو أنت جايب تعالج من المناعة وعندك ضغط أو سكر اللي اتنين أو كله اتعالج مع بعضه فأنت مش خسران حاجة أنت بترجع جسمك لطبيعته مرة تانية بتعمل عمر لجسمك مرة تانية وبالتالي في الرحلة دي مش هشوف أي مضاعفات أو أثار جانبية بالعكس هتحس أنك تولدت بالأول وجديد طيب رؤم معك الدكتورة لي يمكن دكتور روبرت يا دكتور اتكلم في زيارته المصر عن اللي هو ضد مضادات الشيخوخة وضاد طبيعي اللي أنا بتتكلم عن خلية قالت خلاص عجزت أو كبرت في السن رجعناها مشرات وحيوية تاني بتعكس ده على السيدات بتبقى بمصوطة بمشورتها رجعت ليه هالنظارة مرة تانية بالظبط كده يعني إحنا عندنا في الجلدية في التجميل عمتا إحنا الاتجاه إن إحنا بنحقن بقى اللي هي بقى طلع حقن النظارة وحقنة الملكات والاتجاه الجديد ده اللي بنقول عليه دلوقتي وفيه عندنا من زمان معروف البلازمة إن أنا بأخد دمه ووفصله وطلع البلازمة هي إيه الفكرة في السكين بوستر أو النظارة أو حقنة النظارة أو البلازمة إن هم بيساعدوا على تجديد خلية اللي هي موجودة في النسيج الضام بتاع الجلد الخلية دي اللي هي الفايبرو بلاس اللي هي بتشيخ وبعد كده بتقل تصنيع الكولاجين والإلاستيد اللي هو مسؤول عن شد ونظارة الوش دي الفكرة بتاعة البلازمة والسكين بوستر لكن بنوصل لها إن السكين بوستر برضو مهما قالوا إنها جروس فاكتور وإنها مواد طبيعية إحنا مش ضمنين وبعدين غالية جدا فالاتجاه بقى إحنا شوفنا البروتوكول الروسي وإن شاء الله بنطبقه دلوقتي إن أنا إيه المانع؟ إن أنا أدمج اللي دلوقتي بيدمجه البلازمة مع الأزون ما هو نفس الفكرة الشيخوخة الخلية بتاعت النسيج الضم بتاعت الجلب اللي هي الفيبرو بلاست دي اللي بتصدع الكولاجين ما هي داخلت في الشيخوخة أنا بقى بساعد الخلية إنها يبقى فيه مضادات للشيخوخة إن لو عندي خلية نشطة تنقسم بالانقسام الميتوزي وتديني خلايا كتير تقول لما انقسمت الخلية وديتنا خلايا كتير هيتجدد الكولاجين هيتجدد الاستين يبقى بالتالي هنشد الوش وندي نظارة هنحقق نفس اللي بتعمله للحاجات الكمائية تمام؟ فده الاتجاه دلوقتي إن أنا هخلط البلازمة مع الأزون وهنبتدي نحقنه تحت الجلد وحوالين العيد وهنقلل التجعيد اللي هي بتبقى موجودة في الوش وهنساعد على تجديد النظارة في الوش يعني ده بإنه أي حد يتفرق هيدلوقتي بإلقاش على نفسه بالقصة إنه يبحث أنها باعندها شوية تجعيد رجل الغراب اللي بتبقى هنا المية وحداشر باهم بسموها اللي هي في الجبها هذه كلها سهلة تسيطرة عليها دلوقتي لما عن نشط البلازمة اللي هي قريدي بتتاخد لكن أنا قوم بتبديها زي دفعة تربو كده خليناها تدي تأثير مضاعف فيدي الست اللي كانت بتحلم به من النظارة ده البروتوكول الروسي اللي احنا عم نطبقه دلوقتي يا دكتور طارع رأبي حضرتك ليه حاجتين مهمين جدا أو محطة مهمة في حلقات النهار ده الضغط يا دكتور يعني احنا كمان الضغط كله بنشوفه قولك ده عنده خمسين سنة فجاله بالضغط دلوقتي بنشوف حاجة وعشرين جاله بالضغط الاسترس اللي الناس بقيتعيشوا دلوقتي خلى الامراض تسبق وتيجي بدري بعد ما كانت زمان كان فيه راحة بال المريض كان بيجينه سكر وضغط عند ستين سنة ناعدم نشوفه عند التلاتين وما قبل التلاتين الاستة كلها دكتور فيه يعني الاحتواء خاص بالمريض نفسيا عشان خطر هو بيبقى زعلان على نفسه ان جاله المرض ده بدري عايزين نتكلم عنه نقطة تانية هو ازاي هيتدخل في علاجة ضغط والسكر ومشكلة الشرايين اللي بقت فيها من الازعاج والدهون والحاجات المكالكعة اللي مقاف حياة الناس هي الموضوع في كلمة واحدة اللي هو تصلب الشرايين شرايين مقفولة مزدودة نتيجة ترسبات من الدهون خاصة المقافضة الكسافة مع الصفايح الدموية بتقفل الشرايين انا كده لما خلي القلب والشرايين مقفولة هنا هبتدي عضلك القلب تضعف وتتضخم نتيجة انا بضغط في شرايين مقفولة لما بفتح لك الشرايين دي يبتدي الضغط يعود الى وضعه الطبيعي تبتدي الدم يرجع للخلايا تاني يبقى اذا الفلسفة في علاج الضغط والسكر فيه الاكسجين ناشط اللي هو ان انا اوسع لك وفتح لك الشرايين عشان يبتدي الدم يتحرك بسهولة تحرك بمرونة خاصة المجلوبين محمل بكيميات رهيبة يبتدي يوصل للخلايا دي فلسفة العلاج بالاكسجين ناشط طب اذا اي حد بيشوف تذهلات يا دكتور عنده مشاكل خاصة بيه القلب نقدر نقول له انه الشرايين اللي كان خمسة بوصة مسلا لو نتصور مع السادة مشاهدين هو ابدأ يتكون جواه دهون بعامل وجود السكر اللي كونه الدهون جوا فبعد ما كان مساحته كبيرة كده ابتدأ يدياء 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 ففيه قلب عندنا هنا المفوضة عمال بيدخ في المساحة دي بالطريقة دي ومكان كبير ابتدأ الشريان يدياء فبقى القلب عمال بيضغط نفسه بيبزل مجهود بيبزل مجهود فهنا بيحصل حاجة يسمع تضخم عضلت لال وعضلت قلب ليه لانه الوقت يبقى عملا بصير كده بتشير حديد جوه اوريدة القلب نفسه اللي بتيت تحصل الجلطات احسن يبقى انا فتحت السكة قدام عضلت حمية القلب اصلا من الامراض الخاصة بيه وسعت الشرايين فحمية مريض الضغط لان الضغط معناه ان كان شران قد كده بقى قد كده فكمية الدم اللي تزافعي بقى اقل فده بزل مجهود على عضلت القلب هو سبحان الله ربنا خلق الانسان وفي افواسكم قفل تبصلون اللي عاوز هي واشوف اعجاز ربنا يبص في نفسه واشوف الاجهزة ربنا خلقها بتشتغل ازاي وبالتالي انا عرفت الجسم عاوز ايه انا هقدر اقدم لي اللي محتاجه وبالتالي هبقى فيه كيميا بينه وبين الجسم وفيه ابحث كمان وجدت الناس اللي بتعيش في المناطق اللي هفوق على اعلى مستوى سطح البحر عندهم نسبة الجلطات ونسبة الامراض القلب قليلة جدا وفيه نزلة واحدة من الامريكان ميديكال جورنال واحدة من بريش ميديكال جورنال بتحس على العلاج بالاكسجين النشب في جلطات المخ وجلطات القلب لان فعلا الاكسجين بتطلع مواد بتوسع وتدوب بروستا سايكلين بتوسع وتدوب الديق في الشرايين دي احنا معنا كمان تقرير التجربة بقى خاصة بيه الشرايين والقلب والضغط تعالوا نسمع التجربة دي وكل مريض ضغط دلوقتي بيشوفنا ارجوك ما تقلقش الموضوع اسهل مما تتخيل شرايين جايبها لنا ملينا دهون حننضفها ونلمعها ونرجعها لك في ابريكا مرة تانية بعد ما تشوفها هذا التقرير بعاني من شرعة نصفة وعند ومريض سكر ومريض ضغط وضعف في البصر سمعت الاكسجين النشط في التلفزيون الدكتور نادر فجيت تلقى تتعالج هنا من اول جلسة التنميل اللي كان عندي تنميل في دي ريجلي التنميل اللي في دي راح من اول جلسة والتنميل اللي في دي كان مرتفع لحد دي أصوبة تدريج بدأ ينزل تدريجي الحمد لله تحسن بيحسن مريب جدا 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 والنظر تحسن بدرجة ممتازة جدا جدا وكل حاجة في جسم تحسنة الحمد لله رب العالميا انا مهندس عن معاش من دسوق وجاني فتاء فكان لازم اعمل فتاء ده اول عرق يعني عملية جراحية انا عندي فوبيا من عملات الجراحية ومستشفيات والكلام ده كله لكن تشجعت وقلت اروح مفيش فايدة فسمعت عن موضوع الاكتشوجين ده وابتديت ادخل عن نت واشوف وابتعو حاجات زي كده وانا غير مقتنع تماما بهذا المشوار فلما اتصلت عليهم فقالولا هنتتصل على الفريق الطب وانكلمك اتصلوا علي وقالوا لا دي عملية جراحية ابتديت احس ان الناس دي عندها مصداقية وعملت التحليل اللازمة العملية وعملت الرسم القلب الايكو فطلع فيه شوية مشاكل فيه الشريان التاج لقت فابتديت اشوف الموضوع ده اول فرحت تاني قدت جلسة اثنين تلاتة اربعة انا انسيت اقولك ان انا مش مسيس ولا تقل تعالى عشان نعمل شهرة ولا نعمل صمعة للناس دي الاطلاق ابدان انا بقول ربما غير يستفيد من التجربة دي بس لا يسأل الحمد لله انا قادر ان انا ندفع الجلسات والامور ماشي الحمد لله اخدت جالسة التانية التالت الرابعة والتجرب وقاياس الضغط هما طبعا بيقسوه في المركز فانا فجئت ان الضغط نزل من 170 على 110 الى 130 على 75 والكلام ده طبعا انا راجل برضو المفروض ان المعدل الطبيعي للضغط بتاعه 140 على 90 ده اللي بقسوه من سنين رحت الدكتور القلب في التسوق وقاس الضغط كشف علي فلقاه برضو حوالي 110 على 70 حاجة زي كده فقال لي ما شاء الله العلاج كويس جدا طيب انت بقى حضرتك خلصت العلاج انا عايز اقولك على الموضوع انا ماشي فيه فمش عارف انت هتقول زي كل الناس ما بتقول يعني ان ده علاج بديل وما لوش اي لازمة قال لي خير واتقول انا باخد جلسات اكتور قال لي من قال لك ان هو مال لازمة ده لما بيجينا جلط واحد عنده جلطة في المخ بند جلس تكسجين شوفت بعض جلطات وتحسنت ويجب مريض جلطة بالمناسبة ممكن يقعد يعمل جلسات عليك طبيعي سنة عشان بس يحرك ايده كده عرف انت خير كده بس مبالك لما بيجي اخر جلسات الوكتور ناشط ممكن يعمل ايده كده بعد رابع جلسة دي بشرة لكل مريض جلطة بيشوفنا دلوقتي ما تخافش اتطمن على نفسك وهتقدر تقوم تاني ونصيحة مني لكل حد بيشوفني وعنده مريض جلطة في البيت ارجوكم راعوا هذا المريض يعني بكسافة وبعناية لانه هو عنده قذبة نفسية ازداد المريض ده كان بيعمل بيده كده وبيشخط وبينطر وبيطلع وبيجي مرة واحدة بقى قاعد على كرسي متحرك بيبص للدنيا حواليه حركة بتعدي وبتروح وبتيجي حواليه هو قاعد مكانه ساكن ما بيتحركش راعه شعوره جدا ان العامل النفسي هيأثر جدا على تحسن حالته هروح معاكي الاخر النصيح يا دكتورة للنفس اللي بتشوفنا وعنده امراض مناعية جلدية مزعجة ووقفة لسه بطاعت ومخدتش الفرصة في حالاتنا يعني انا بقول لكل الامهات يعني ما تخافوش وتعالوا التجربة كويسة على الاقل هنبطل العلاج وهم قريدي جايين مبطلين العلاج كله على الاقل هنلاقي في نسبة تحسن باذن الله هتكون مرضية ليكم حتى في لو قلنا البهاء ما بنحسن شاوي لكن بنوقف الانتشار الاجزيمة جايبين نتائج حلوة جدا باذن الله فانا بقول لكل الناس يعني تعالوا جربوا معانا واحنا معاكم وفضاركم واحنا مع الجلسات علشان بس اللي بيشتكوا ان مش قادرين نكمل مع مرور الجلسات احنا من نفسنا بنعمل تخفيض للي هو بقاله فترة معانا علشان يكمل ويحقق احسن نتاج لان احنا مهمتنا ان هو يخف بنجبر خطر خطر خيرك على مساعدة الناس 30 سنة دوكتور نكتب حلقة نار طبعا انا بكمل نفس النصيحة الاختي وزمانتي الدكتورة علا ان مهم جدا في العلاج الامراض المناعية وامراض السكر توقيت العلاج كل ما تيجي بدري هتحقق نتاج اعلى فامراض الجلطة زي ما حدتك قول كل عاية ما تيجيش بعد سنتين ثلاثة ومستني نتاج لا ابتدي دايما بدري وحتلاقينا في ظهرك وفي سلدك خاصة انا لما انضميت لكيانج كيور ما كنتش اتخيل الاسعار والاوفرز اللي بتتعمل دي واحنا يعني بوعدوا من احنا في ظهرهم ان شاء الله يا رب يا جماعة تكون حلقة النهاردة ايه بالنسبالكم مرشد او جايد تاخدوا بيه الكرار ان شاء الله تتعالجوا من كل امراتكم وترجعوا تصحيقكم مرة تانية طول ما حرككم منورين في البيوت احنا متطمنين وقدرين نشتغل وقدرين ننتج في المجتمع وان شاء الله ربنا يطمننا على صحة كل ابو وكل ام تعبوا وسهروا وكفحوا وربو جيل محترم بيشيل اسم مصر بشكر في نهاية سيد دكتور طارق الشازني ستشاري البطن العام وجهاز الهبني وستشاري العلاج بالاكسوجين المشط والمشرف العام على مركز كيور للعلاج بالاكسوجين المشط في مصر شكرا لدكتور طارق نورتنا شكرا لك واشكر كمان الاختري عليزا دكتور عهولة عبد التواف للشارع الجلدية والتجميل والليزر والقاصة بي مدير القسم الجلدية في مركز كيور كيريك نورتنا يا دكتور عهولة الله يخليك يعني الحمد لله يا رب تكون حلقة النهاردة ساعدت مرضى المناعة لياخدوا قرار بالشفاء واحنا في ظهركم وبعاكم ان شاء الله صفحة كيور كلينيك على الفيسبوك مركز كيور اللي هيك بالنقذين نجد خلقوا اسألوا اسئلة اللي حالكم عاوزينا والاجوبة ان شاء الله عطلوقه من تيم كبير بيشرف علي عزيز صفحة تحياتي احمد الشاعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة